ترجمة نانسي قنقر الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مرتدون أراد أن تحقق التوحيد تخلص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصر والمنكرات كيف نحقق التوحيد أخواننا هذا الكتاب وبلوغ المرام تحفظ تحفظ طالب علم لا يحفظ هذه الكتب هذا ليس بطالب علم عند الشيخ بنباز رحمه الله تمام الأستاذ سأل الطالب عن مسألة واحدة في الطهارة الطالب يسأل من؟ يسأل الأستاذ عن مسألة واحدة في الطهارة فالطالب قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلم رحمه الله تعالى كتاب الطهارة بابنا المياه المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس في الماء الطهور والماء وسرد الكتاب كامل يقرأ من حفظ الطالب يقرأ على من؟ على الأستاذ على الشيخ ثم عندما اتهم قال يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت هذا العلم هذا العلم علمك هو الذي تراه بالظلام أو بعبارة أخرى وأن كان فيها شيء هو الذي يدخل معك يا الحمد أنا جنتي في صدر يقول شيخ الإسلامي ابن تيمين رحمه الله لازم تحفظ كتاب التوحيد لابد مثل ما تحفظ يسرع بعض الطلاب والله كان عندي طالب يعني أنا اشترق الحفظ قبل الدراسة أما الآن الله مستعد فقلت له لابد تحفظ قال احفظي شيء قلت كتاب التوحيد قال أنا أحفظ كتاب التوحيد والقول المفيد كان الاختبار عندنا الآن اختبار في كتب مطبوعة الاختبار في القديم كان في دفاتر والله يكتب لي في الدفتر القول المفيد لابن عثمي الرحمه قل اسمك أنا المغربة دوس عندك صحيح حفظ لابد من الحفظ احفظ وكل حافظ الإيمان إذا كان يعمل بعلمي نعم فلو سألت سائل كيف حقق التوحيد تقرأ عليه باب تحقيق التوحيد قال ما الأدل على ودوب التوحيد تقرأ عليه الباب الأول ما الأدل على فضل التوحيد تقرأ عليه الباب الثالث كيف أخاف من الشركة الباب الثالث قال اول ما يدعى عليه الصلاة تقرأ عليه باب الخامس ابدع على شهادة اللا الهيئة بالحب طلب من الشيخ قالوا الان تخطب لابد يقول عند الطالب خطبة طوالب خطبة طوالب طوالب هذه لا تخرج الا اذا يعني بلغت الحلقوم يعني كما يقال فقالوا قم اختب لابد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى والله صنع مسابقة في الجامعة الاسلامية قبل سنوات وخرج احد الطلاب من المغرب العربي قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اعطوه جائزا اول جائزا ماذا يقرأه ورسوله خطب مرتب جائزا مفهوم لا تتعر ولا شيء اذا كيف نحقق التوحيد عند محمد بن عبداللهاب رحمه الله بقراءة الباب تحقيق التوحيد لا بد نكون بالقلب واللسان والجوال قول عن الاعتقال لا بد كيف نحقق التوحيد بقراءة الباب بالقول والعمل والاعتقال بالاقتداء بابراهيم عليه الصلاة والسلام ان ابراهيم كان امة قانة لله حنيفة ولم يكن من المشركين الاقتداء بسادات الاولياء والذين هم بربهم لا يشركون صحيح وترك الكي والرقية والتطير لصدق الاعتماد على الله مع الثقة به تحقيق للتوحيد فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضد من تحقيق التوحيد الدعاء لشهادة ان لا اله الا الله من تحقيق التوحيد ها ترك التصاوير والتماثيل وقول ما شاء الله وشهد كل هذا تحقيق التوحيد الى نهاية الكتاب ما فو